السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد تعالوا بقى النهاردة ووصفة سعلة و بسيطة بطلب مكونات بس ودعي بقى السنبوثك و جلاش و كل الوصفات دي و مش هتحضر غير الوصفة اللي اقول لك عليها النهاردة تبعيني لنا يا اسكري اللي اصلي على رسول علي افضل الصلاة والسلام و هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي كوبايتين من الديع عليهم رشة من الملح هنحط نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعملي لايك وربع كوباية من الزيت وبعد كده هنقلب المكونات دي مع بعضها كويس من داخل الزيت مع الضيق بعد كده هنضيف مية ومية عادية خالص من الحنفية اللي هي لا سخنة ولا بردة ولا اي حاجة يعني ما بدرجة الحرار العادية هنحط شوية بشوية ونحجي المكونات دي مع بعضها كده بقدينا نلم المكونات ونجمعها لغاية ما تتجمع عندنا عجينة متماسكة اول ما تتجمع عندنا عجينة متماسكة هنعجينها كده بادينا شوية يعني حوالي خمس دقيق كده علشان تبقى لينة وقوامهم مناسب معنا وبعد كده هسيبها عشر دقيق بس عشان ترتاح ايه طبعا لا فيها خميرة ولا اي حاجة خالص فاحنا مش محتاجين خمرها احنا بنسيبها ترتاح عشان ما تيجي تفرديها بالنشبة ببصت لقاها تفرب معاك زي ما انت شايفها في الفيديو سهل كده لو اشتغلت عليها على طول هتعرضت كل ما تفرديها تلم رياحي العجينة عشان تريحك بالشغل بعد ما فردناها خلاص هنبتدي نقطعها كده قطع قد بعضها يعني عن قد ما نقدر تبقى قد بعضها بالشكل طولي بالشكل ده ونسوي بقى الطروف وهنقطعها بالطريقة دي برضو كده بعد كده هنستخدم للحشو اي حاجة احنا حبنها انا كان عندي شدر مبشور ومدريلا مبشورة استخدمته انت بقى اي نوع جبن اي نوع اي حاجة تحب تحشي بيه احشي بيه مفيش مشكلة هنحط على قطعة وقطعة اللي جنبها نسيبها فاضية وهي كزا لغاية من خلص كل القطعة اللي موجودة معينا بعد بقى خلاص كده حطينا على كل القطعة اللي احنا عاوزين نحط عليها كل قطعة من اللي معليهاش حاجة هنقفل بيها القطعة اللي عليها الحشو كده ونقفل كويس جدا جدا لانها بتفتح معينا سهل فهنيجي على الطروف وندوس عليها جامد كده بصوابعنا بحيث بقى مقفولة كويس فالحشو ما يقعش منها وبعد ما نقفل كله هنروح بقى على النار وهنحط الزيت ونسيب الزيت يسخن وعول ما الزيت يسخن هننزل باول قطعة اهو عشان اوريكي وبعدين هنشيل الزيت كده بالمعلقة ونحطه عليها عشان تنفخ معينا وناخد بالنا زي ما قلتلك لازم نكون مقفلين تروح كويس عشان ما تفتحش مننا لان انا في واحدة وانا بعمل في الاول فتحت مني فعلا ايه زي ما انت شايفة كده بس وهعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة ودي نص الكمية اللي موجودة معي وليسا فيه كمية كمان قدها جميلة جدا كده بصي منفخة ازاي منفخة كده وعوريكي شكلها من جوه والجبنة دايبة فيها وطعمها بجد تحفة من اروح الاطباق بتاعت المقبلات اللي تحطيها على الصفر والسلام عليكم ورحمة الله